الان سمعت هنا وهناك تريد ان تعقد المؤتمرات لبحث مسألة التكفير سواء في قوم او في مكانات اخرى بيني وبين الله الان راح كل يقرؤون ماذا يقول الاخر عن التكفير ولكن يجرأ احد مثلا يقول ماذا يقول الشيحة في التكفير لا بد ما احد يقول مع انه هذا تراثم هذا تراثم نحن نطالب الاخرين ان ينقوا تراثهم ويربوا اجيالهم على عدم التكفير بيني وبين الله اولا لابد من يفعل ذلك اعزائي نحن اولى بذلك نحن اتباع القرآن نحن اتباع مدرسة اهل البيت نحن اتباع علي واولاد علي نحن خلننظف تراثنا ونرفض هذا المنطق وهذا المنهج ثم نطالب الاخرين ماذا ان يرفضوا هذا المنهج اما انت مو فقط تحكم بكفرهم بل تعتقد بخلودهم في النار وتطالب الاخرين ماذا ان يرفعوا يدهم عن التكفير اي منطق هذا